اشتركوا في القناة ابن العلقمي الشيعي وابناء العلقمي التيمية المارقة ابن العلقمي الشيعي وابناء العلقمي التيمية المارقة او ابن العلقمي الشيعي وابناء العلاقم التيمية المارقة اذا عندي ابن علقمي شيعي وعندي ابناء علقمي وابناء علاقم التيمية المارقة هذا هو الأمر الخامس لا نذهب بعيدا عن ما ذكره ابن الأثير فيما يتعلق بمورد حاجتنا للبحث لكن لوجود عناصر إثارة مهمة في بعض كلامه فإننا نضطل التفريع والتنظير محاولين عدم لابتعاد كثيرا عن محور البحث وكما أخبرناكم سابقا أننا سننفتح مضطرين إلى تفريعات مفيدة وضرورية تبتعد عن محور البحث ثم نعود فالمعذر إلى الله تعالى ثم إليكم والكلام في موارد هذا الأمر الخامس ابن العلقم الشيعي وأبناء العلقم أبناء العلاقم التيمية المارقة الموارد الأول الكامل الجزء العاشر في صفحة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ثم دخلت سنة سبعة عشرة وستمائة سنة ستمائة وسبعة عشر هجري ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام لقد بقيت يقول ابن الأثير لقد بقيت أدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة لا ننسى في أي عام في عام ستمائة وسبعة عشر يعني قبل سقوط بغداد بكثير هذا يتحدث عن السنة التي كتب فيها عن سنة ستمائة وسبعة عشر وكان قد تردد كثيرا في الكتابة عن الموضوع الذي سيذكره يقول لقد بقيت أدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها إذن من سنة ستمائة وسبعة عشر إلى سنة ستمائة وستة وخمسين عندي أكثر من أربعين عاما قبل سقوط بغداد يتحدث ابن كثير عن التتر وعن خطر التتر وعن احتلال وغزو التتر لبلاد الإسلام وعن نعيه للإسلام والمسلمين يقول لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين إذن من سنة ستمائة وسبعة عشر هو ابن أثير قد نعى الإسلام والمسلمين بسبب التتر والغزو التتري يقول فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فياليت أمي لم تلدني لاحظ هذه المعاناة لاحظ هذه الغيرة لاحظ هذا التأثير وسنرى خلفاء المسلمين سنرى الأئمة أولياء الأمور كيف تعاملوا مع هذه الخطورة ومع هذا الأمر ومع هذا الغزو ومع هذا الاحتلال ليس فقط في ذلك الوقت في سنة ستمائة وسبعة عشر وإنما بعد هذا بأكثر من أربعين عاما يقول فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تصطيرها إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تصطيرها وأنا متوقف ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا فنقول والكلام لابن أثير فنقول هذا الفعل ليتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها عمة الخلائق وخصة المسلمين فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر أو بخت نصر ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس وما بنوا إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا وما بنوا إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه وهؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة تعليق تردد لسنين عديدة في كتابة آخر صفحة في تاريخ الإسلام ووجوده صفحة نعي الإسلام والمسلمين وهذا النعي وهذه النهاية الواقعية المساوية ذكرها ابن الأثير قبل ابن العلقمي أو قبل توزير ابن العلقمي أي قبل سقوط بغداد على أيدي المغول بما يقارب الأربعين عاما أو أكثر فماذا يقول ابن تيمية وأتباع نهجه في هذا المقام فما علاقة ابن العلقمي في هذا النعي الحقيقي الواقعي للإسلام والمسلمين فإنها لا تعمل أفصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ترجمة نانسي قنقر